السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في مطبق سيما اليوم ان شاء الله هنقدم لكم وجبة عساء او غداء صيفية بدون فرن بمكونات اللي هي بسيطة وبما داق من الى الدماء يكون وممكن انكم تقدموها دلوجبة هادي في اطبق فردية او لا تقدموها على شكل صندويتشات كيفما قدمت انا فكتجي رائعة بزاف ومكوناتها بسيطة وايضا طريقة تحضر دياله سريعة كنتمنى ان لوصفتنا الاعجاب ديالكم ان شاء الله تجربوها ودائما الى عجباتكم ما تبخلوش عليا باللايك تقسموها مع معارفكم مع اصدقائكم وايضا الى عجبكم محتوى القناة فكندعوكم انكم ضغط زر الاحمر اللي هو زر الشراك وفعل الجرس اللي بجانب زر الاحمر بيش توصبكم جديد القناة بحول الله خليكم مع المقادر طريقة تحضر كنتمنى لكم فرجة ممتعة فكنا نبدو بسم الله اول حاجة كنديرو مقلات على نار اللي هي مهيلة كنديرو لها حبة كبيرة من البصل وحبتي فلفل الوان اللي هما صغار ممكن انكم الى كان عندكم الفلفل كبير ديرو نصف حبة عنضفع لهم الملح فلفل اسود وزيت زيتون ونحرك هذه المكونات ومرة مرة نغطي على المقلة ونجعل هذه البصلة حتى كندبال اليوكي ولي اللون ديها لها شفاف يعني نشحرهم زيان حتى يتبولينا جيدا كندبقى نستمر مرة مرة في التحريك حتى كندبال اليوم ممكن انكم اضافوا هنا ورقة دير رند حتى هي كتعطي وحد المضاق واضافة لديدة سنحركوا جيدا فيما بعد سنضيف ليهم الكفتة الكيمية الكفتة فانا استخدمت تقريبا 100 جرام الكفتة يعني كيمية هي قليلة ممكن انكم تضيفوا على حسب افراد العائلة بالنسبة لي انا درت هاد الكفتة لها تشكل هذا كانت عندي مجمدة غطيت عليها باش هكا يرجع لها العرق ديالها وضغيت دي كونجلالية الناس اللي عندي عندهم الكفتة لها يعني طرية مباشرة من يضيفوها غلي تحركوها مع البصل والفلفل باش هكا تفرشت لكم وما تبقاش مجموعة في مكان واحد انا بما انها كانت تعلين عندي مجمدة فهادرت شعليها الغطاء حتى ارجع لها العرق ديالها وبقتل مرة مرة كنحركها حتى تفرتات لي هذه الكفتة ونساجمت ليها مع البصل والفلفل من بعد كنضيف على التوابل اللي هي الكركم للزنجبيل يعني نصف ملعقة صغيرة من الكركم نصف ملعقة صغيرة من زنجبيل و ملعقة صغيرة من الكمون ونضيف ايضا ملعقة صغيرة من الفلفل الاحمر اللي هي تحمارة من بعد نضوقها ونشوفوا الملح واشخاصها ولكن خاصة نضيفوه وهذا نضيف عليها القليل من الاعشاب المناسسة اللي ممكن انكم تعودوهم بالبقدونس او لا تعودوهم بالزأسر غدي نحركها بحالكة جيدة ودائما نفرشت الكفتة ونجهد على النار واحد شوية حتى تتحر لي مزيان وتشرب لي هداك المكامل اللي كيكون فيها والحشو ما يبقاش عندي فالما غدي نوضعها جانبا وندس نوجد باقي المكونات فكن ناخد هنا نصف كيلو من القرع الاخضر اللي هي القرعا غورجيت كنا نحيد لها دو كريوس ديالها طبعا نكونوا غاسلينها من قبل ولكن عندنا شي شوائب في القشر دياله فكنحيدوه ومن بعد كنا ناخد هذه الحكاكة اللي كيكون العينين ديالها غلاط وكنحكي هذه الكيمية كلها ديال القرعية أنا حكيت ما مقدارو 500 جرام ديال القرعية يعني نسكيلو ديال القرعية كان معبور هو اللي حكيت شوف هدا بهالطريقة هادي فكنحكي الكمية كاملة لعندي دائما الحكاكة الغلاطة منديروش رقيقة وغاد ننكمل بنفس الطريقة مني كنكمل القرعية كلها وكنحكيها كناخد واحد المنديل وكنوضع فيه واحد الكمية انا جربت صفايا محيدات شري هداك المالي فيها فاخديت المنديل في حالك ووضعت فيه واحد الكمية وكننبدأ كنعسر وكنخرج هداك المالي يكون في القرعية باش هكا منين طيبها هنا وانطيبوها بدون فرن هداك المالي يكون فيها كنكون نحيدنا باش هكا كنجين هذه الفترة ناشفة وكنجينة لديدة غادي نتخلص هداك المكامل اللي كيكون فيها وانناس يعني لي ما بغوش يديرو اللي القرعية ممكن ان نفس الوصفة تديروها مع البطاطا حسا هي تبشروها بنفس الطريقة وتحيدوها تخلص هداك المالي كيكون فيها انا كميت الكيمية دي لكلها بنفس الطريقة من بعد كناخد هديك القرعية كنوضعها في ايناء وغادي ندفع لها نصف ملعقة صغيرة من زنجبيل نصف ملعقة صغيرة من الفلفل اسود اللي هو البزار الملح على حسب الدوق ونصف ملعقة صغيرة من الكمون ندفع لها ايضا قليل من ثوم بودرة من نسبة ثوم بودرة فممكن انكم تعودوا فص من ثوم طريق ندفع لها ملعقة ونصف كبيرة من البقدونيس وعلبة اليوخ الطبيعي بوزن 110 جرام من بعد غادي ندفع لها هاد المكونات جوج حبات كبار ديال البصل جوج حبات كبار ديال البيض وغادي نخلط هاد المكونات جيدا ما بعد اياتهم نبقى كنخلط هاد المكونات حتى ينساج مليا وبجيني هاد الفطرة يعني ناشفه وما تجينيش فازقه من الداخل حيث هذا بزاف ديالناس اللي كي طيبوا بحال هاد النوع من الفطائر كيجيهم من الداخل في حالة ميهين يعني كيجي فيهم بحل الماء وخاك يكونوا تخلصوا منه في الاول غادي ندفع كمية من دقيق انا هنا يدرت خمسة ديال معالق كبار ديال الدقيق اضفتهم على هاد المكونات هادو وكان نخلطهم وكندخلهم هادك الدور ديال الدقيق انها هاكا تجيني على شكل فطيرة مني كنطيبها وفي نفس الوقت مكيشرب هاداك المكامل اللي غادي يكون القرعة مثلا المقاف الوسط دياله غادي يفزق هاليا واجيني بحالة ميها من داخل من بعد كنناخد واحد الماء قلات على النار كنضاف عليها القليل من الزيت وكندخل الكميةeyedي ديال القرعة ما الذي أندي للقرعة ما ذ오 cái طويل الثماني ستضع المشرك ونغطي حتى ناجد إليها مثل الوجه 영상 ينجف ثم نضع عكسة نجد كمية يمونى يجب القيام بالافضر سوف نقوم بإضافة لفترة سوف نقوم بإضافة الجزء المقابل فوق الكفتة والجبن سوف نقوم بإضافة سوف نقوم بإضافة مرة ثانية سوف نقوم بإضافة سوف نقوم بإضافة جهادية سوف نقوم بإضافة الجنة ننضيفها و اضافة جüğلة نضيفها irreظمية أو يعني نقوم بإضافة بشترين ثم نقوم بإضافة ج missing لنطبقه لها يكبير من فران لنقوم بإذن انه نقوم بإذن لانا ما نطبقه في الفران فقط فقط نظر فقط هنا في المقلعة نقوم بإذن قمنا بإذن مرة مرة نحرر كبير نقوم بمضع في طبق التقديم لذلك دول شكلها وثمان سنقرر نفس العملية مع الكيميات لنقوم بإذن فران نضيف كمية من الزيت ونوزع فيها باقي الكمية اللي بقتلية هنا يدير فترة هنا ادرت كمية اكثر من الكمية الاخرى الناس اللي بغاوا يديروهم قد قد فممكن انكم تعبروا ادرت فقط عيني ميزاني سوف يبقيت كنقدة بحالكة وتهيئا نكرر معها نفس العملية وبنسبة لما قلعت لي خدمت فكتلكم انا خدمت صغير بمقلات البغرير انا صراحة نضيف زيت ما تتحرق شي البغرير فغادي نكمل انا بحالكة يعني بالكفصة نضيفها في الجانب بعد ما كنت نشفليها ومن بعد كنضيف عليها الجوبن على هذه الكفصة ونضيفها كنطويها لعندي لها الجهة ونطويها بهذه الطريقة ونسنع عليها ونخليها تكمل لها الطهي دائما من نطويها حسنا نضر ورجع لها لغطف كيف كنت لكم هنا فقدر كمية هنا يكثر من الاخرى يعني يكثر من الكمية الاخرى نغطيس عليها بعد ما طابت قلبسها الجهة المقابلة سوف نقدمها وبنسبة لطريقة التقديم فممكن انكم تقدموها في أطباق فردية او لا ممكن انكم تديروها على شكل صندويتيات كيف ما وردتكم في البداية دي الفيديو وتقدموها مرفقة بسلسة دي الكيتشوب او لما مرفقة بأي صلصة ما كتفضلوها او للناس يبغلو الحار فممكن انكم تدهنوا بالصندويتيات بالحار و تديروا مع فوسط لهم هاد الوجبة هادي يعني كالجيلي وجبالي هي لديدة بزاف وكالجي رائعة في المداق وكنتمنى فعلا انكم تجربوها ودائما الى عجبتكم الوصفة متبخلوش ليه باللايك تقسموها مع معارفكم ومع اصدقائكم وإلا كنتوا باقي من ضميتش القناة تعجبكم محتوى القناة فمعليكم الى الضغط زر الاحمر لهو زر الاشتراك فعلوا الجرس باش دائما توصيب جديد القناة بحول الله ايضا خلوا لي رأيكم مقترحتكم في خانة تعليقات وخليتلكم الراحة الى الملتقى ان شاء الله مع وصفات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة